حركة يامدة في الاكسل اغلب الناس ما تعرفاش. تعرف انك ممكن تعمل معادلة باستخدام اسم العمود وهشرح لك ازاي. الطريقة التقليدية عشان نعمل معادلة بنكتب يساوي. وبعد كده بحدد اول خلية. وبعد هنا انا محتاج عملية ضرب. هكتب نجمة. وبعدين الخلية التانية هدوس عليها. وبعد هنا دوس انتر. ودوس دابل كليك هنا عشان اطبع على بقى الخلايا. اما الطريقة التانية هي اني اسمي العمود. هحدد اول العمود. البيانات بتاعته. وبعدين من تاب او صيغة. هنروح على اختيار هنا فتح لي قيمة كتب لي فيها اسم العمود. هو ارهولي من هنا. هدوش على اوكي. العمود اللي بعده نفس الحكاية هتدي له اسم. هو هنا الوحد وقرأ الاسم السعر. هدوش على اوكي. دلوقتي اجي اعمل العملية الحسابية بتاعتي. يساوي. بدهم اقف على الخلية او اكتب رقمها. انا دلوقتي بس هكتب اسم العمود اللي هو من العدوان فوق الكمية. هو يكمل لي الباقي. هدوش على تاب عشان يختروه لي. وبعدين اضرب في السعر. اكتب السعر هيكمل لي هو الاسم. هدوش انتر يعمل لي العملية الحسابية. دلوقتي لو ما افعل الخلية اللي انا عملتها معادلة هيجي لي هنا في شريط الصيغ. اسم المعادلة ودي اوضح واسهل بكتير جدا لاي حد هيستخدم البرنامج او الجدول بتاعك. هنا هو شريح لي بكل بساطة. المعادلة دي عبارة عن ايه? عبارة عن ايني ضربة السعر في الكمية. لو دي كانت اول مرة تعرف فيها الطريقة دي اكتب لنا في التعليقات تحت. تابعوني على كل منصات السوشال ميديا موتك عربي.